الناتق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمينو للشيخ يقول إن الحكومة الموريتانية تقدمت غاثات للمتضررين من خلال مفوضية الأمن الغذائي التي وزعت الغاثات على الأسر المتضررة وأضافوا للشيخ أن المساعدات تمت بعدما أجري إحصاء لعدد من الأسر المتضررة والتي وصلت حوالي 112 أسرة فقدت منازلها بالكامل في بلد تعين أهل الطائع جراء السيول التي شهدتها مدينة أطار قبل أيام لأنه الآن وصلت الإغاثة والتدخل الحكومي وصل الآن إلى أدران نشاءت مفوضة الأمن الغذائي جابت الخيام اللازمة اللي محتاج لها الموقف وجابت مواد الإغاثة وحتى تتأم وأنايرهم للدخل وزادهم في الترميم وذلك المرارهم له الدخل والكارثة من اللي خلقت أيضا نشاتهم السلطات الإدارية وتابعت الموقف ولامست المتضررين وهي مساعدات سبقها تدخل وحدات عسكرية حضرت عين المكان لإنقاذ الأسر المنكوبة ساعات بعد حصول ما يسميه المتضررون بالنكبة وتلت ذلك زيارة ميدانية للرئيس محمد العبد العزيز اطلع من خلالها على واقع الأسر المتضررة من السيول زيارة اعتبرها سكان مدينة أطار وبلدية عين أهل الطائع أنها جاءت في الوقت المناسب وعبرت عن تضامن الحكومة مع المواطنين والبحث عن إيجاد حلول لمشاكلهم خصوصا في مثل هذه الحالات موسيقى